نوه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بما تشهده مسارات التكامل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من تطور ونمو ملحوظ في كافة المجالات مستندة في ذلك إلى ما تحظى به العلاقات بين البلدين الشقيقين من دعم ورعاية جلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين وأكد معالي أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تدعم تحقيق التكامل المنشود بين البلدين في ظل حرص واهتمام سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأخي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء معالي بمعالي الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال اللقاء رحب معالي الشيخ خالد بن عبدالله بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مثنياً على ما تطلع به المملكة الشقيقة من جهود مخلصة ودور محوري في خدمة الدين ونصرة قضاياه ونشر قيمه ومبادئه الوسطية المعتدلة القائمة على الدعوة في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأعرب معالي عن أمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التنسيق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في كل البلدين بما ينعكس أثرها إيجاباً على خدمة العمل الإسلامي بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تجمعهما والرمية إلى تعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية من جانبه أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفوة الاستقبال مؤكداً على ما يجمع البلدين وشعبيهم الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة في ظل حرص واهتمام القيادتين الحكيمتين بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الشؤون الإسلامية هذا وتشرف معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة باستلام نسخة من المصحف الشريف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي وهي من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة